وفي إجراءات النزاهة الاتحادية حيث أعلنت عن صدور 98 أمر قبض واستقدام خلال شهر كانون الأول الماضي وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بأن أوامر القبض والاستقدام جاءت على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء وأضافت الدائرة أن الأوامر شملت أيضا وزيرا حاليا ووزيرا سابقا وثلاثة وزراء أسبقين ووكيلا أسبق وتسعة نواب سابقين فضلا عن محافظين حاليين وثمانية محافظين سابقين وخمسة أسبقين كما شملت الأوامر واحدا وعشرين مديرا عاما حاليا وخمسة عشر مديرا عاما سابقا وسبعة أسبقين فيما صدرت 12 أمرا بحق أعضاء مجالس المحافظات